شددت كوريا الجنوبية من قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد مكفحة أسوأ انتشار لوباء كورونا منذ بداية الجائحة جاء ذلك بعد يوم من ارتفاع الإصابات اليومية إلى رقم قياسي جديد مسجلة 1615 حالة الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن التفاشي السريع لسلالة دلت الأشد عدوى مع بطء حملة تطعيم في أغلب أنحاء البلاد